قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإنني سعيد أولا بهذه الليلة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها ليلة مباركة وأن ينبني عليها من العمل وأسباب السعادة ووسائل الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ما تقر به أعيننا في الدنيا قبل الآخرة ثانيا أنا سعيد أيضا لهذه الوجوه الطيبة التي يظهر أن غالبها في مراحل الشباب والشباب هي مرحلة القوة التي يعيشها الإنسان بين ضعفين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا مرة أخرى ضعفا وشيبا فهي فرصة واحدة لا تتكرر وسرعان ما تمر وغالبا يندم الإنسان عليها كل من ترك مرحلة الشباب يندم عليها لا تجد شابا يريد أن يرجع طفلا ولا يريد أن يصير شيخا عجوذا بينما ترى الطفل يتمنى أن يكون شابا وترى الشيخ العجوذ يتمنى أن يرجع شابا إذن أنت الآن في ثروة وحين قرأت لما وصلت المسجد هذا الذي يعني موجود في الخلفية وجدتها كلها معاني جميلة تستدعي يعني كثيرا من التأملات ابتداءا من المسجد مسجد الفقه كلمة المسجد في ذاتها كلمة عظيمة أول شيء في بناء الدولة الإسلامية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبدأ بناء الدولة دولة الإسلام أول شيء فعله أن بنى المسجد لأن المسجد ليس مجرد معبد للعبادة هذا شأن اليهود والنصارى لكن في الإسلام المسجد هذا محضن للتربية ومعهد للعلم ومأوى لأبناء السبيل ومطعم للفقراء ومعقد لألوية الجهاد ومجلس للصالحين ويعني نادي يعني يتداعى فيه الناس لكي يتأملوا في شؤون حاضرهم ومستقبلهم وكل ما شئت كلمة كبيرة ليست مجرد يعني معبد تصلى فيه ركعتان أو أربع ركعات ثم ينصرف الناس والفرقان الإسم موفق جدا الفرقان الذي يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل والإنسان في هذه الدنيا ليس أمامه إلا طريقان إما طريق الحق وإما طريق الباطل ويترتب على هذا شأنه في الآخرة فريق في الجنة لأهل الحق وفريق في السعير لأهل الباطل والفرقان هو العلامة الفاصلة المميزة ما أحوجنا إلى هذا التفريق كيف أفرق بين الحق والباطل ليست القضية التفريق العلم كلنا يعرف هذا حتى أكفر الكفار فرعون وجحدوا بها أي بلا إله إلا الله وتوابعها ولوازمها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو لم يؤتى فرعون من جهة الجهل لا هو يعرف لكن القضية هذا الذي أعرفه كيف لي أن أستقيم عليه وأثبت عليه حتى الممات هذا التحدي الذي يقابل الناس عموما والشباب خصوصا مسجد الفرقان ما أحوجنا إلى الفرقان يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هذا هو الفرقان إذن هو مرتبط في الحقيقة بتقوى الله سبحانه وتعالى ماذا عندك بعد مسجد الفرقان ليلة إيمانية صحيح؟ ولا في حاجة قبل ليلة إيمانية الليالي الإيمانية أنا أشرح لكم بس شعزة كنت إيل عليكم الليالي إن لم تكن إيمانية هتكون إيه؟ هتكون شيطانية لأنه ما ثم إلا طريقان وأنت قد جربت كل هذه الليالي أنت الآن الساعة العاشرة مساء ماذا تفعل في المسجد؟ في أي شيء كنت تشتغل في الصلاة والآن في الموعظة وبعد الآن ربما نعود إلى الصلاة وربما يعني نأخذ شيئا يعني وأن كان ظاهره الترويح إلا أن فيه تعليما وتوجيها وثم يصافح بعضنا بعضا كل هذه المناشط تخيل لو أنك الآن الساعة العاشرة على سريرك لتنام وهذا أحسن من غيره يعني أنا أتلطف أنا في المسجد دعنك ما قد يكون دعنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك خلينا في البيت وعلى السرير كيف يفعل بك الشيطان وفي أي الأودية يهيم بك تنزل وتطلع وتروح وتيجي وتتقلب والشيطان يعني لا ينجيك منه إلا شيء كثيرا ما تنساه حاجة الوحيدة اللي ممكن تنام به استعز بالله وقرأ القرآن هتلاقي نفسك نعزت ونمت وغالبا لا توفق إلى هذا وهو إنما يصرفك إلى يعني التفكير تارة وهذا أيضا في أحسن الأحوال أنا أذكر الأحسن دايما وده عنك الأفكار الرديئة أقل شيء فلان يعني ضيقك فأنت تدخل معه في مباراة مصرعة وتأتي به لمس أكتفه وتضربه في الجدار ويرجع لك وتتوسه برجلك وتسبه وتصدر بطلة بطولتك هذا كله أوقات وأعمار فالليالي الإيمانية تختلف أنت الآن تقول لماذا لا يفعلون هذه الليلة كل أسبوع عجيب شأن هؤلاء الناس وكلنا يقول هذا كلنا يتمنى أن تكون هذه الليلة كل ليلة على الأقل كل أسبوع فأن يسر الله لنا ليالي إيمانية نجتمع فيها ونصحب الصالحين ونتذاكر في شأننا وفي طريقنا وفي مسيرنا إلى الله هذا والله عظيم تحت الليلة الإيمانية ما شوف كده الزاكرة بتاعتي استجيبوا لربكم ما شاء الله أنت ونس يعني وانا ما شافتوا جايبين للي أنا جاي أتعلم منكم استجيبوا لربكم هذا معنى رائق رائق وهل بعد الاستجابة لله عز وجل من خير هذه الكلمة ذهبت بخير الدنيا والآخرة وهي نص في كلام الله عز وجل في أكثر من موضع استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا التهديدات كثير منكم يحفظ القرآن استجيبوا لربكم من أنت وما أنت 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 عبد لله عز وجل وهل يتصور أن العبد لا يستجيب لربه خاب وخسر من لم يستجب لربه وإنما ربك الذي خلقك الذي أنعم عليك وأحياك وحباك وأعطاك ولهذا يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه ترجمان يفرض أن كان طلياني ولا كان يعني كندي ولا كان أفريقي ولا كان سوحلي وأي لغة الله تعالى يعرف سيكلمه بلسانه يقول له أي فلو يعني يا رجل ألم أخلق ألم أرزق ألم أحبك يعني أعطك ألم أزوجك لو كانت أزوج ألم أذرك ترأس وتربع يعني تصير يعني لك وجاهة وحظة كل هذه النعم يقرره الله عز وجل بها ثم يسأله عنها ويحاسبه على القليل والكثير والنقير والقطمير إذن استجيبوا لربكم هذا معنى بالفطرة نحن نحتاجه إليه الذي لا يستجيب لرب أين يذهب سيكون وقودا للنار والعياذ بالله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم منك أين تذهب يا أيها الذين أمانوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والله تعالى لا يدعو الناس إلا إلى ما يحييهم ما في حياتهم في الدنيا والآخر وصلاحهم وفلا حتى الأنث واللزات في الدنيا لا تكون إلا من إلا ثمر للاستجابة لله ولهذا أي لزة بعيدة عن منهج الله لزة ناقصة منغصة الذي يأخذ اللزة من حرام تحس أنه حرامي خايف حد يشوفه وخايف حد يحس ليه وخايف حد ينقل عنه هذا الكلام نهيك أنه خايف من المعصية وتوابعها ولهذا لا تكتمل لزة أبدا لعاصي لكن تكتمل اللزة المين للطائع لأنه يأخذها ويحتسبها الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ويعدد أبواب الصدقات قال وفي بضع أحدكم صدقة يعني في فرجه صدقة فالصحابة تعجبوا قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ده الواحد يعني يفعل أي شيء حتى يحقق هذه الشهوة قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك لو وضعها في حلال فانظر هذا الذي صبر صبر حتى تزوج من حلال كيف تكون له لزة كاملة ومع اللزة يأخذ أجرا ويساب كأنه يتعبد سبحان الله لأنه استجاب لله عز وجل ولبى نداءه الذي أمر بتحصيل هذا المهم الذي تدعو إليه الفطر الفرق بين الحلال والحرام كلمة لكنه صبر وصبره هذا يثيبه الله عز وجل عليه ويحفظه له أن تصبر حتى تنال الشيء من حله لأن النفس داعية دايما إلى تحصيل الشهوات فلو أخذتها كلما اتفق كان هذا الجانب البهيمي في الإنسان والإنسان فيه جزء بهيمي وفيه جزء ملائكي هذا الجزء البهيمي الذي يجعل الإنسان يأخذ اللزة من حيث اتفق كلما عندنا له شيء ركبه لكن لمة الملك والطبيعة الملكية في الإنسان تقول له لا هذا لا يحل لك اصبر صبر مش قادر يصبر اصبر أيضاً مزيد من الصب أنت خلاص بقيت في الثانوي خلاص هانت يقول له هانت خلاص مش قادر مش قادر اصبر صلي توضأ أذكر الله أصحب الصالحين ما يزال حتى يصل إلى أشبه بهذا الصائم الذي جاع وعطش وصار بعد العصر بساعة بقيله أدي على المغرب بقيله ساعة كمان يصبر هذه الساعة حتى تكتمل فرحته ولذاته وأنثه في الدنيا والآخرة للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره يعني في الدنيا وإذا لقي ربه فرح بصومه يعني بجزائه في الآخر لو فعل هذا يفرح ولا ما يفرح طب لو استعجل وغلبته الطبيعة البهيمية ولك يا عم توقع الله بنغفو الرحيم مشيها أنا هموت افتح التلاجة وشوف أي حاجة هذا الشغل البهائم ليس فيه لزة لا في الدنيا ولا في الآخرة أما الآخرة فمعروف هذا مرتكب كبيرا من أعظم الكبائر يفطر في رمضان يقصر في فرض الله طب وحتى الدنيا التي فعل لأجلها هذا ماذا استفاد ما استفاد شيء هو لم يفتح التلاجة قبل العصر بساعة هاي لأي المحمرات والمشمرات والمسخنات والله هيفطر على إيه على بصلة ولما نيجي بقى ساعة المغرب يجلس مع بقية الجماعة وكلهم فرحان هو يكون فرحان هذا الشأن من استعجل الشهوة قبل يعني وقتها الذي وقته الله سبحانه وتعالى استجيبوا لربكم بأن تلزموا الاستقامة وأن تجتنبوا أسباب الانحراف تحت استجيبوا لربكم ثورة على النفس ولا لسه ثورة على النفس وانتوا شباب الثورة يعني الحقيقة الكلام ده أنا لا أشرحه لكم كل واحد فيكم ناشط سياسي وصاحب يعني ثورات ويعرف كيف يصوره وعندنا حركات وتكتلات طيب يعني احنا خبراء بقضية الثورة وفقه الثورات لكن الثورة على النفس هذه هذه تحتاج إلى صبر الرجال وعزائم الأحرار وهمم الأبطال هذه معانية كبيرة جدا ثورة على النفس هذه الثورة على النفس في الحقيقة هي التي يتكلم الله عنها لكن يسميها التغيير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيره ما بأنفسه يعني لما الناس تغير الأصل الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي أني خلقت عبادي حنفاء كلهم يعني حنفاء يعني على الاستقامة ترك الميل إلى الشرك ونحو ذلك هذا هو أنت مولود على الفطرة مولود طاهرا نظيفا سليما عفيفا في كل المعاني البيضاء النقي إما لإيه حصل حصل أن أنت عملت إيه أول ما شميت نفسك وطولت لك شبرين وحفظت لك كلمتين وخرجت لك في تين إيه حصل بعد كده حسيت أن أنت يعني فبدأت تكلم لك يعني محمدين وحسنين وبالتالي حصل نوع من الانحراف عن هذه الفطرة التي خلقت عليها فغيرت أنت غيرت فلما غيرت ربنا عمل إيه الجزاء من جنس العمل عقوب مش أنت غيرت ربنا غير ما الذي غيره لك بدل ما كنت سعيدا بالفطرة بدأت تحس بالإيه بالشقاء بدل ما كنت تجد سهولة في أمورك بدأت تحس بعزر بدل ما كنت تستشعر أن الصلاة سهلة والقرآن بدأت تنصرف هو هذا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسه طب لما تيجي ترجع تعمل إيه ارجع تاني العودة أحمد ما كانك تحمدي أو تستريحي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنه وهذه الثورة يعني ثورة نحن محتاجين نصور مرة أخرى هي الثورة مش نجحة لي يا أخونا تسألش نفسك إحنا عملين يعني طحنين نفسنا ونقول ربنا يسهل وهانت أسبوع واتنين والدنيا ليه أنت السبب أنت سبب المصيبة والكارثة اللي إحنا فيها أنت ما تبصلوش لجنبك أنت مش هو هو نفس الخيبة برضو بس كل واحد يبصل إيه أنا السبب والله العظيم أنا من أسباب تأخير النصر والله الذي لا إله غير أنا هذا الجالس أمامكم من أسباب تأخير النصر لأني لو استقامت على النحو الذي يرضاه الله تعالى لما كانت هذه النتيجة لو كل واحد تفكر مش قول أنتوا أنتوا فعلا صحكا أنتوا يا أخوانا أنتوا مي ما هو كل واحد تقول أنتوا كل واحد حاطوا الناس كل لها في دائرة وقف برّة عماله يخطب في الليه في اللجوة الدائرة والدائرة فضية كل الناس وقفين برا كل واحد عمالي بص يعني لولا الملاملة كل اللي هنا بصوا الورا كل الورا بصوا مال مين يا أخواننا أنا الوحدي يعني وانا خلاص اتفاقنا على هذا بس القضية إذن إحنا بحاجة إلى ثورة فعلا هذه الثورة قبل أن تكون على ولا على ولا على تكون على نفسك هذا القفص الصدري إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فكله هذه المضغة هي القلب هذا القلب فيه سواد وإلا أنا متعجب من صانع كثير من إخواننا سبحان الله الخير اللي يأتي بالشر إحنا ندعو الله ونبذل الأسباب ونأخذ بكل وفي ناس بتعرض نفسها لكل أنواع ولا يأتي النصر أتظن أن الله عز وجل هو ربنا بيصنع النصر يعني بياخد منه وقت يعني والله أصلي لسه بيطبخ لا ده ربنا يقول للشيء كن فيكون فتأخير النصر ليس من عند الله ربنا فقط يقول كن فلو قال الله عز وجل الآن كن لصرنا الآن خرجنا في الشارع لا يحتفل بالنصر فالتأخير ليس من الله التأخير يقدره الله عز وجل لحكمة وهذه الحكمة أننا متسببون في أسبابته يؤخر حتى حتى نفي وحتى نرجع وحتى نتوب الخير يأتي بالشر أترى أن النصر يأتي على أقوام ينزلون في هذه الفعاليات كما يقولون ليكلم الولاد البنات ويأخذ بعضهم ويقول لي إحنا محتسبين وأصحاب قضية بئسة القضية وبئس أصحاب القضية ما أسفل وأفجر وأنتن بلاش كده كفير ممكن أكتر ممكن من يتصدى للأمور العظيمة الكبار وهو في خواء وفراغ بل هو في سفالة ونزالة بل هو في وقاحة لماذا؟ لأنه يتعرض للأمور العظيمة الكبيرة وهو ليس ترى هل يصح أن يكون إمام المسجد سكيرا عربيدا؟ خلي أي واحد يكون سكيرا عربيدا لكن إمام المسجد هذا معنى القضية إمام المسجد صاحب قضية يجتمع الناس حوله وكذلك إذا كنت أنت صاحب قضية فالخير ليأتي بالشر أنت مدخول أنت وانت وانت مدخول في نيتك لا يتصور أبدا مع هذا الجهد وهذه التضحيات أن يتأخر النصر فإذا تأخر النصر إياك أن تصدق نفسك أنك صاحب قضية وأنك صاحب بازل وتضحية وأنك مستعد لأجل الدين تفعل يا ده أنت مصيبة في الدين الدين بريء منك القضية عندك أنت صاحب المشكلة لو كفيتنا نفسك وخرجت من بين الصفوف لربما ارتحنا هذه الثورة تحتاج أن تراجع نفسك تنظر من أين وإلى أين وكيف يكون المسير وإلى أين يكون المصير قضية تحتاج هذه الثورة تحتاج منك إلى جهد مراجعات وتأملات وأن تستنصح الكبار البصراء بالطريق وأن تصحب من يعينك وأن تهجر من يضرك كم أضر بعضنا ببعض هؤلاء الشباب قد يجتمعون في المسجد الشباب قد يجتمعون في حلقات القرآن الشباب قد يجتمعون في الليلة الإيمانية وهو داخل وهو خارج يفسد ما حصل فيه في الساعتين المسجد خلاص إحنا خلصنا الليلة مطلعين بقى ما شاء الله يعني زكمت أنوفنا بالخير يقول هو مراوح يقول له بكرة بقى شوية كده يجل ساعة وساعة بئسة تلك الساعة التي تنسخ هذه الساعة ساعة وساعة يعني ساعة جد وساعة إجمام هذا اللي في الحديث قال يا حنظلة ساعة وساعة حتى تفهمها على وجه الصحيح الساعة الأولى احنا عارفينها ساعة يمين كلها إيه صلاة وصوم وعبادة وأهداف وقضية ورسالة طب والساعة التانية برضو يمين مش الساعة التانية الشمال ما يجيش معلمين بس يمين من نوع تاني إيه هو يعني مثلا ليلة إيمانية كهذه فيها ترويح يوم رياضي في ترويح خرجة في مطعم من المطاعم ولا زيارة لبعض الأصحاب هذه الساعة إنما ها لا لا تقول لي ساعة وساعة لهذه الساعة تفسده دهرا مش تفسد سنة تفسد دهرا أرأيت لو ميت في هذه الساعة أنت شغال صلق قيم ليل طول الليل وصلت الفدر وجلست للشوق وخرجت للساعة اللي أنت بتصورها وإيه ثم جاءك ملك الموت على هذا الحال تروح الجانة ولا تروح النار والأعمال بالإيه والخواتيم فالقضية مع الأسف كثير من الشاب يستهين بهذه القضية كما نحن بنصلي والحمد لله نحن يعني نحن مشايخ يا سلام لما أنا جاي من البيت الوقت وننازل فابن الصغير تعرفونه طبعا ده هي من دواهي العرب نعم فأقولوا أنت تيجي معاني قالوا هذا أنا شيخ هو شيخ يعني دي كلمة كده يعني سهلة لا القضية ليست هكذا احنا بحاجة إلى ثورة حقيقية وهذه الثورة تختلف عن الثورات اللي في الشارع في إيه الثورات التي تعرفونها لا تقوم إلا بجماعة ما حصلتش الثورة لما إيه تلمينا وضربنا ضربتنا مش كده ولا إيه لا الثورة بقى اللي هنا وراكو دي ما لهاش ما لهاش ضعب اللمة ده أنت تعود لوحدة وتطفل نور كمان وبينك وبين ربنا وتحتاج وتشعلك مش قادر حتى تجلس وانت بتفكر في هذه الثورة فتنزل تتوضى وتعمل إيه تنزل تنزل فين فاسجد واقترب واتطول السجود انسى بقى الزمان والمكان والناس عملت كده طول ما انت بتسجد سبحانه الله ده مش لا ده صلاة ولا ثورة ولا حاج انت بتلمس أكتاف تلمس البتاعه وخايف الحكم يعد تيجي مطلع رأسك على طول ده مش مش ده المطلوب المطلوب انك تنزل ما تطلعش خالص خالص طب ازاي هو ده اللي قال عليه بن القيم يعني سجدة لا يرفع رأسه إلا يوم القيامة كأنه يستشعر ان طول عمره ساجد يعني انت عارف نفسك بقى كل واحد فيه لما تشوف أمام نفسه انت عارف غدراتك وفجراتك وسفاداتك وحقاراتك وهاتك وهاتك ومن اللي كشفك تماما فالثورة هما انك تسيبك بقى ابن أحمد واسامة ومحمود وابراهيم وعلي خلق مش نفعينك دول انهم لن يغنوا عنك من الله شيء ده رم سبب البلاوي فانت بحاجة إلى ثورة انك بينك وبين ربنا تقول يا رب انا تعبت من نفسي وانا سئمت نفسي وكرهت نفسي وانا بريء من نفسي ومن أعمالي وانا حاولت وعاجز لا استطيع ولا تقوموا انت بتفكر بالروح دي تيجي لك معنى الأذكار اللي انت تعرف لا حول ولا قوة إلا بالله ده معنى لا حول اللهم اهديني بس تطلع بروح بقى تانية روح فعلا واحد ترى يردك الله عز وانت على هذه الحال لا والله أبدا والله ما أقبل أحد على الله وصدق التوبة ورده أبدا ما لإيه اللي بيحصل ما بتكونش توبة ولا ثورة ده أو على باب المسجد وانت خارج بالتالي العملية خلصت بخرت ويمكن من قبل تالت دروس مع بعض يا عم خلصونا بقى أو تقول يا عم خلصونا تعرف انت ملكش في الموضوع هو انت جايش يا عم خلصونا ولا جايش عشان تفتح قلبك إذن هذه الثورة ثورة فردية لأنك إذا لقيت ربك سيسألك وحدك كل امرئ بما كسب رهين أنا لن أطيل عليكم لكن أنا أستشعر من هذه الوجوه وجوه الشباب ومن خبراتي أنا طبعا عارف كتير منهم يعني أنهم ونص طيبون في الحقيقة وفيهم خير كثير وإيه المشكلة المشكلة بتأتي نتيجة الاستهانة أنت عارف الحرام وعارف الحلال أنا أجزم بهذا لكن في نوم اللي استهانة واللي استهانة قد لا تأتي بالحرام لكن تأتي بالأمور المقدمات دايما والمقدمات إذا استهنت بها حتى لو كانت مباحة تيجي المرحلة خرجت من إيدك وهذا الذي نريد أن يعني ننبه عليه في ختام هذه الكلام اللي بيسميه العلماء الفضول يعني الحاجات اللي ممكن تكون مباحة لكن الإكثار منها يصل بك إلى طريق الله عودة يعني فضول النظر فضول السمع فضول الكلام فضول المنام فضول الطعام فضول الصحبة فضول اللباس فضول المسكن كل هذه أنواع أنواع الفضول يكون في أصلها الإباحة لكن الإنسان يبالغ فيها على نحو قد يصل به إلى يعني المحرم فالترخص في البدايات قد يؤدي إلى نهايات غير سعيدة طبعا أنتم سبعين الكلام دعنا من هذا فأنا أحذرك الحرام أنت تعرفه أنا أحذرك من الفضول كل أبواب الفضول وهي التي يعني قعدت بكثير من الشباب عن سلوك الصراط المستقيم وأنا أضرب لك يعني بعض الأمثلة العرب زمان كانت يعني تستقبح الزنا في الجاهلية في الجاهلية حتى تعرف أن نحن متأخرون جدا العرب تستقبح الزنا حتى في الجاهلية كانوا يفعلونهم في الجاهلية كانوا يزنون صحيح لكن الإنسان الأصيل الحر لا يفعل هذا ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء لما أخذ البيعة على النساء أخذ عليه يعني من جملة ما أخذ ألا يزنين فقامت هند مرأة أبي سفيان وقالت أهو تزني الحرة هي غير متصورة أن الحرة تزني مش ديانة دا مروءة وأخلاق الشهامة واللياقة فهذا شأن العرب كان في أميرة من الأميرات من أميرات العرب معروفة بالعقل والزكاء والفصاحة والحكمة أربع صفات العقل والزكاء والفصاحة والحكمة وهي أميرة من أميرات العرب ثم إنها زنت وزنت وزنت بمن بعبدها بعبد له فالناس لاموها قالوا ما حملك على الزنا وكيف طوعتك نفسك على هذا وما الذي غر بك ومن عبد دا يعني مصيبة المصايم طب دا أنت أميرة فلو كان لابد تزني به لكن مين عبد الشاهد في الجملة التي قالت هي دي الشاهد في الحقيقة قالت قرب الوساد وطول السواد ما أنا أشرحها لك قرب الوساد وطول السواد قرب الوساد يعني الوساد الوسادة يعني قرب المكان العبد ينام في نفس البيت وهي تنام في نفس البيت يعني المقصود المخالطة كسرة المخالطة تؤدي إلى إلى الفساد وطول السواد السواد من السواد سواد الشخص السواد يعني الشخص يعني كسرة اللقاء وكسرة الرؤية قد تؤدي إلى إلى هذا يعني تقول من كسرة الاحتكاك وكسرة الاختلاط الزار كانوا بيطلعوا مع بعض في فيحصل يترتب على هذا إيه فأنا أحذرك من كسرة الاختلاط الذي لأنه يترتب عليه نظر فضول النظر قد تبدأ بأمور مباحة ثم مع إدمانها كما قال الشاعر في بيتين يعني في غاية القوة يقول لأمثالك وأمثالي وكنت إذا أرسلت طرفك طرف هو النظر وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك ما هو الطرف هو مدخل يعني العين مدخل القلب رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر ولهذا من يغض بصره سعيد ومن يطلق بصره لا شك أنه غير سعيد من يطلق بصره لأنه إيه اللي حصل قال رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أن تصابره وهنت قال أنت قادر على هذا ولا قادر أن تصبر عليه واحد جائع وفقير وذهب عند محل الكباب أحسن له ولا يتليه على عينه ويجلس في البيت أحسن وقف عند محل الجو فقير هذا الشم سيشبعه ولا سيؤذي ويفتح عليه المواجع نعم ففضول الفضول التي يعني نقتحمها سواء فضول النظر فضول السماع بعض يترخص في السماع حتى لغاني الثورية ما هي موسيقى يقونا طيب فضول الصحبة يصاحب من تنفع صحبته ومن لا تنفع فضول المنام بعض الناس يصحى من النوم عشان ينام طيب يضيع سروته ورأس ماله العمر فضول الطعام من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا وانت لما تأكل لحد لا تستطيع أن تقوم من مكانك ما بقى إلا النوم أو الأول تشرب على هذا الأكل ثم تنام وأول ما تصعى هتاكل هذه كلها العمر فيه كم فضول اللباس بعض الشباب يتأنق في لباسه حتى لا يقضي الليالي زوات العدد مش في التحنس والتعبد في اختيار الدرجة درجة الأميص التي تناسب درجة البنطلول بقاله أربع تيام بيدور في شرع على الدرجة اللي تناسب الدرجة بتاعت الليو بس تفتح عشان وهذا اسمه فضول اللباس فضول المسكن بعض الناس يتأنق ويبالغ في البيت وعمال كل شوية ينقل الصفر مكان الصالون والصالون مكان النوم ويرجع النوم مكان إذا كنت كل شيء عندك فضول قتلتك الفضول لا تهتم إلا بالطعام والشراب واللباس ويعني المنام والسكن وتحصيل الشهوات هذا يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه الرجولة والفحولة والمروعة والأصل الذي يحتاجه صاحب الثورة يحتاج إلى جد ويحتاج إلى معاني من صبر النفس إذا كان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلقه قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعاشي يريدون وجه وصبر النفس يعني أن تحبسها على ما تكره لأنك لو لم تحبسها على ما تكره الآن ستبقى أبدا الآباد فيما تكره بل فيما هو أشدك أراه هل تصبر على النار ما تصبر لكن ممكن تصبر على الجوع ممكن تصبر على شيء من العطش وممكن تصبر على أنك تلبس يا أخي ويعني لما تلبس يعني اللون مش بنفس ممكن يعني المسألة قريبة في الدنيا لكن لو ضاعت منك صفقتك وذهبت أيامك وانقضى عمرك فكيف القدوم على الله سبحانه وتعالى أعتقد أن آخر كلمة والحمد لله كانت ثورة على النفس أعتقد لو الخطاط يعني ماضي باسمه مش محتاجين بأننا نزيد على هذا وأنا أرجو أن أكون قد أمللتكم لكن الحقيقة أن القضية خطيرة قضية أننا الآن في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وكل يوم وكل ليلة تمر ينهدم بها جزء من العمر فبدل ما تسند ظهرك وتمدد رجليك وتضحك وأنت يعني مش حاسس بحاجة لا خليك كده متحفز لأنك في صراع مع هذه النفس الأمارة بالسوء عسى أن تنجو من النار هذه الرجولة كل الرجولة أن تحقق هدفك الذي خلقك الله تعالى لأجله تحقيق العبودية لله عز وجل في قصة نفسك ولا يكفي هذا حتى تفعل هذا في من يليك من أقارب وعشيرة وإخوان وأصحاب وزملاء عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر الزلة وأن يقيل العسرة وأن يلم الشعث وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وشكر الله لكم وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في ليالي إيمانية كثيرة وقد سرنا على هذه النفوس وأصلح الله تعالى أحوالنا وأتم علينا نعمته بصلاح بلادنا على أحسن ما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا شكرا لكم شكرا لكم